موسيقى تنظيم داعش الارهابية شن هجوما واسعا على اكبر قاعدة لقوات التحالف الدولي في ريف دير الزور موسيقى الجيش اليمنية شنوا عملية عسكرية واسعة في البيضاء بدعم من قوات التحالف ومقتلوا عشرات الحوثيين خلال عمليات للجيش في صعدة والتحيطة موسيقى مقترحات أممية بتعزيز حماية الفلسطينيين في العراض المحتلة والفلسطينيون يتعهدون بمواصلة مسيرات العودة على حدود قطاع غزة حتى رفع الحصار موسيقى تحية لكم مشاهدين الكرام ونرحب بحضراتكم في مستهل نشرة منتصف النهار من قناة نيل للأخبار هاجمت عناصر من تنظيم داعش الأرهابية أكبر قاعدة لقوات التحالف الدولي في ريف دير الزور شمال سوريا حيث هاجم ما لا يقل عن عشرين مسلحا من التنظيم القاعدة العسكرية التي تضم مطارا تستخدمه قوات التحالف الدولي إضافة إلى معدات عسكرية ضخمة وعدد من القيادات البارزة من قوات سوريا الديمقراطية يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر سوريا في وقت سابق مقتل ثمانية عشر مسلحا من تنظيم داعش على الأقل جراء غارات جوية لم يحدد هويتها على مواقع التنظيم بدير الزور أفادت مصادر في المعارضة السورية اليوم بأن الجيش السورية سحب قواته العسكرية من الجبهات شرق محافظة إدلب تزامنا انتشرت دوريات للشرطة العسكرية الروسية في عدد من المناطق بالمحافظة وتعد إدلب من المحافظات السورية التي تراقبها الأنظار الدولية والإقليمية على أنها المحطة الأخيرة التي سينتهي الصراع العسكري في سوريا من بعدها وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق سيد غسان يوسف الكاتب والباحث السياسي سيد غسان كيف يبدو الوضع الميداني مع شن داعش هجوما على قاعدة لقوات التحالف الدولي بريف دور الزور أشكرك لكن الملاحظ بأن التحالف الدولي يقفل من هزيز داعش سريعة للباحث في هذه المنطقة وطبعا الهزوم عندما يكون هناك هزوم لن يكون على قوة التحالف الدولية وإنما يكون على أرماء سوريا وعلى منشآت سوريا التحالف الدولي كل ما يقوم به هو تبنير البنية التحالف الدولية بحجة أنه يحارف داعش ونقص الدكتور من الجسور من المصافر من المراسف من المنشآت الحاوية في منطقة الشرقية واحد لأنه عندما قام التحالف الدولي تحضير من المنطقة الرقا تحضير من المنطقة الرقا مدمرة كما دونت لينينجراد أو كما هو تشهد بذلك أزائيز دولين بينما كل المناطقة التحضير نعم قامت قامة الجيش السوري الجيش الدولي بتحضيرها لم نشهد هذا الدمار والتبنير الذي لاحظنا في الدخا لذلك أقول لك أن التحالف الدولي اليوم يعني كل يوم يفحل سريعة للزحاء في هذه المنطقة طيب الجيش السوري سحب قواته العسكرية من إدلب ما الخطوة التالية لذلك؟ يعني هو سحب سحب الجيش أو هو أي عادة انتواب السوري يمكن أن تفعيها في الوحضة العسكرية ورية الوحضة العسكرية في الوحضة العسكرية ورية الوحضة العسكرية لنحرر المنطقة المنطقة المعارة مع هذه المعارة العرهابية ومن الآن إذا أكون بعضاً واضحة من السوري لذلك سريد أن تحافظ على بعض المزموعة العرهابية بسجة أن هناك معرض معظمية ويقوم بسجة أن يقول ويجبها أمر محيئة وطنية للتحرير وغيره ولكن هذا لم ينفع سجد شيئاً الوحضة العسكرية ويقوم بسجة الوحضة ويقوم بسجة سوريا لكن هذه السياسة الوحضة العسكرية الهدية التي تبعها من السياسة القضرم السياسة الزدوء اللاعب عن سنعناه ويجبني أفقد أني أعرضك مهما حاول اللاعب مهما حاول يعني أنه ليس له علاقة لتسجير بائرات الدرون وبنداع المزموعة العربية في المنطقة وبالتجميع الأرهابيين الذين أقلوا من أستجداء ومن الجمهوريات ومن أي مكان فأنه يفعل تماماً أشيراً غالياً ويطارك أن اليوم سوريا ليست في الوضع الذي يفعل أن يجادل على العالم لأنها أصبحت أجرد عن المزموعة العربية في جميعاً عن خرام وهو الذي يدعى عن تنظيم أرهاب وتنظيم الأخطان من تنظيم القاعدة ولو كان هناك عدالة دولية لا أقل الضرقان إلى محاكم العدل الدولية أشكرك شكراً جزيلاً سيد غسان يوسف الكاتب والباحثة السياسيين من دمشق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أفادت مصادر محلية يمنية بأن الجيش الوطني شن عملية عسكرية واسعة صباح اليوم على منطقتين بمحافظة البيضاء وسط البلاد بدعم منطارات تحالف دعم شرعية فكان عشرات الحسيين قد قتلوا خلال الساعات الماضية في غارات على مدرية الاتحيطة بمحافظة الحديدة واشتباكات مع الجيش بمدرية باقم بصعدة بدأت قوات المقاومة اليمنية عملية عسكرية موسعة في محوري قانية وفتحة بمحافظة البيضاء بغطاء جوي مكثف من طائرات التحالف العربي حيث شنت أكثر من ثمان غارات ودمرت آليات ومعدات حربية للميليشيات بمنطقة اليسبل بقانية من جهة أخرى استهدفت طائرات التحالف في محافظة عمران معسكرا تدريبيا ومخابئة ومنصات صواريخ للميليشيات في جبل المسلوق على الحدود مع محافظة سعدة كما تمكنت قوات الجيش اليمني من قتل عشرين عنصرا من عناصر ميليشيات الحوثي في غارتين استهدفت مركبات عسكرية للحوثيين في مدرية التحيطة بمحافظة الحديدة وأحبطت قوات المقاومة اليمنية محاولة لتسلل العناصر من ميليشيات الحوثي إلى مدرية التحيطة ياتي هذا فيما قتل واحد وثلاثون عنصرا من عناصر الميليشيات الحوثية في اشتباكات مع قوات الجيش اليمني بمحافظة سعدة وتم تدبير ثلاث مركبات محملة بالعتاد تابعة للميليشيات وأوضحت مصادر يمنية أن الميليشيات تستهدف المدنيين في حجة بطريقة ممنهجة التطورة الميدانية تتزامن مع دعوة جديدة وجهتها الأمم المتحدة للحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية لحضور محادثات سلام بجنيف في السادس من سبتمبر المقبل من أجل بحث إجراءات بناء الثقة كخطوة أولى في طريق الوصول إلى حل شامل للصراع في البلاد وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني وللمزيد من المتابعة نضم إلينا عبر الهتف من القهرة سيد جمال برس رئيس تحرير موقع اليمن العربي سيد جمال هل هناك فرصة لنجاح محادثات جينيف المقرر أن نعقدها سبتمبر القادم وتكون هناك إمكانية لإنهاء الحرب ونجاح مبعوث الأمم المتحدة بأن يجعل المتمردين يقبلوا تنازلات لإنهاء الأزمة بالطبع نحن جميعا في داخل اليمن كل المواطنين أملهم كبير بأن تنجح هذه المفاوضات ولكن هناك تاريخ من المفاوضات للأسف الذي لا ينظر بخير يعني كانت هناك جينيف واحد وجينيف اثنين ومفاوضات الكويت وللأسف دائما كان يتم التوصل إلى اتفاق وعندما يتم لحظة التوجيع ولحظة التنفيذ للأسف يتراجع الحوثيين أعتقد اليوم نشهد تغيرات في المشهد الإجليمي وهو هذا النقطة الهمة العقوبات الواجعة العقوبات الاقتصادية التي اليوم تشهدها إيران والضغط السياسي على إيران أعتقد أنه من الممكن أن يحجج نجاح في هذه المفاوضات وخاصة وأن الضرار بالأسف ليس بيد الحوثيين وإنما بيد إيران المفاوضات الحالية هي طبعا المفاوضات هي في الأصل في الأساس الأول ليست لبناء السلام بصورة شاملة ولكن لطرح أسس مبدعية لبناء سلام شامل من المكترحات المطوحة في هذه المفاوضات هي ليست مفاوضات وإنما أيضا أود أن أوضح دائما تصر الحكومة اليمنية الشرعية على الإشارة لأنها ليست مفاوضات وإنما مشاورات ولكن ما يأمله غرفة وما يأمله أعتقد المجتمع الدولي وبناء على هذه الضغوط هو الوصول إلى إجراءات تنمي السكة وأول هذه الإجراءات لبناء السكة أولا إطلاق صراحة المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم بما فيهم وزير الدفاع اليمني وأخوه الرئيس عبد الرب منصور الذين تم اعتقالهم بفترة من الفترات النقطة الثانية الآن أيضا هناك طرح من جبل غرفة لأن يتم سحب أو تسليم الأسلحة إلى لجنة المشتركة الأسلحة التي تسمى الاسطلاء عليها من جبل الحوثيين بناء على جرارة المجلس الأمن رقم 22-16 وستكون الخطوة الأولى هو تسليم الأسلحة الموددة في الساحل الغربي لجهة المحايد نعم هذه الأسلحة ستكون خطوة لبناء أسلحة من أجل الوصول إلى إصفاد لتسليم كامل الأسلحة التي تم الاستلاء عليها من جبل الحوثيين والتي كان يملكها الجيش اليمني من القاهرة سيد جمال برس رئيس تحرير موقع اليمن العربي أشكرك شكرا جزيلا قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جتريش أربعة مقترحات تهدف إلى تعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتشمل المقترحات نشر بعثة مراقبة مدنية وأخرى أمنية أو عسكرية وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية وتعزيز الحضور الميدانية للمنظمة الدولية وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طالبت جتريش بإعداد تقرير حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد موجة عنف حصدت أرواح مائة وواحد وسبعين فلسطينيا في قطاع غزة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مارس الماضي أعلنت الهيئة الوطنية العليا الفلسطينية لمسيرات العودة استمرار المسيرات على حدود قطاع غزة حتى رفع الحصار مشيرة أن الجمعة القادمة ستحمل اسم جمعة الوفاء للتواقم الطبية والإعلامية وكان فلسطينيان قد استشهداء وأصيب العشرات إثر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النيران خلال مشاركتهم في أعمال وفعاليات للجمعية الحادية والعشرين من مسيرات العودة الكبرى شهدان وعشرات الجرحة في قطاع غزة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي حصيلة أولية للجمعة الحادية والعشرين من مسيرات العودة الكبرى التي كانت قد انطلقت في الثلاثين من مارس الماضي تقارير صحفية قالت إن قرابة عشرين ألف مواطن فلسطيني شاركوا في احتجاجات الجمعة الحادية والعشرين من مسيرات العودة التي دارت على بعد بضع مئات من الأمطار من حدود قطاع غزة الهيئة الوطنية لمسيرات العودة الكبرى كانت قد دعت للمشاركة بكل فعالية في المسيرات الممتدة على طول حدود قطاع غزة الشرقية مؤكدة استمرار المسيرات كمسيرات شعبية وسلمية لحماية حق العودة رغم كل المعاناة ودأب الفلسطينيون على الخروج في مسيرات سلمية في قطاع غزة منذ الثلاثين من مارس الماضي تجاه السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل ضمن فعاليات مسيرة العودة والتي بلغ إجمالي عدد شهدائها أكثر من مئة وسبعين شهيدا إضافة إلى نحو ثمانية عشر الف جريح وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من رامالة الدكتور أحمد رفيق عوض أستاذ الإعلام بجامعة القدس دكتور أربعة خيارات قدمها جوتريش تتطلب تعاون الطرفين لكنه لم يقدم توصيات محددة لتحسين حماية المدنيين الفلسطينيين ورفع الحصار قراءتك لما توصل إليه جوتريش يعني طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل مبدئي نرحب به تماما ولكن أن يكون ذلك ضمن تسوية كبيرة وشاملة تلقى لحد الأدن من المطالب الفلسطينية لكن أيضا الإسرائيل حتى نضع لهم في نصابها إسرائيل ترفض أي تدويل للقضية الفلسطينية أي حضور دولي وإذا دخل أو كان هناك حضور دولي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي فإسرائيل تفرق ومن مضمونه كما حصل في المراقبين الدوليين في مدينة الخليل إسرائيل تريد أن تستفرد من هذا لأن تحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من صراع حقوق سياسية وحقوق طبيعية وحقوق تاريخية إلى صراع داخلي وبالتالي هي ترفض التدخل الدولي لهذا السبب نحن نرحب بأي تدخل دولي أي حماية دولية ولكن حتى يكون ذلك حقيقة أو على الأرض لابد الضغط على إسرائيل ضغط كبير وكبير جدا من خلال تشكيل جبهة كبيرة تبغط على إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي طبعا هناك تؤزم في عملية السلام يعني هل جثيرش من الممكن أن يحدث تحسينا كبيرا في الأحوال الفلسطينية أمام سلطات الاحتلال أم ترون أنه يعني حتى ولو تحسين جزء سيقبل به الفلسطينيون في هذه المرحلة للأسف القوتيرش هو يمثل ضمير العالمي إذا بدك القانون الدولي إذا بدك ولكن أنت تعرف أن في مجلس الأمن هناك قوة على رأس الإدارة الأمريكية الحالية تقف أمام القانون الدولي وتقف أمام أي أطرحات ومبادرات حقيقية تحقق السلام والاستقرار هذه الإدارة أول إدارة تصبح جزء من المشكلة وليس جزء من الحل بهذه الطريقة العالمية تنحاز إلى تكلفها أي ثمن وبالتالي ما يقوله قوتيرش باعتباره يمثل الضمير العالمي أو القانون الدولي بشكل أو بآخر لكن أيضا في نهاية الأمر قوتيرش هو جزء من المنظومة الدولية المهتزة والمنحازة إلى إسرائيل بشكل كبير جدا جدا من راملة الدكتور أحمد رفيق عوض أستاذ الإعلام بجامعة القدس أشكرك شكرا جزيلا تستمر السلطات في غلق معبر رفح البرية على أن يتم فتحه غدا طبقا للشروط السابقة ومن المقرأة يعاد إغلاق المعبر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق العشرين من أغسطس وحتى السبت الموافق الخامس والعشرين من ذات الشهر بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك ترجمة نانسي قنقر لن أمر لا قال المستشار عمر مروان رئيس البعثة الرسمية للحج إن إجمالية الحجاج المترددين على العيادات الطبية بلغ سبعة وخمسين ألفا وثلاثة وثمانين شخصا وطم صرف العلاج اللازم لهم موضحا أنه لا توجد زيادة في أعداد الوفيات مؤتمر صحفي عقده رئيس بعثة الحج الرسمية للتعريف بآخر الاستعدادات لتصعيد الحجاج إلى عرفات والتي كانت محورة تباحة رئيس البعثة مع وزير الحج السعودي في لقاء جمعهما سابقا أردت عليه أكثر الموضوع كان أهموه على الإطلاق موضوع تجيير مصاري الحفلات التي تنقل السادة الحجاج إلى طريق جديد يتم افتتاحه هذا العام ممكن تحصل بعض الصعوبات نتيجة أن السائقين لم يستخدموا هذا الطريق من قبل هو شكل نقطة اتصال تبقى على التواصل مباشر مع سيادة اللواء عمرو نطفي لو حدث أي مشكلة لأي حافلة تنقل الحجاج يكون التواصل مباشرة بين السيد اللواء عمرو نطفي ونقطة الاتصال الخاصة بمكتب السيد وزير الحج للعمل على سرعة حل هذه المشكلة بعثة حج القرعة بدورها أو فدت ضباطا إلى عرفات لمتابعة تجهيزات المخيمات مع المطوفين بما يضمن راحة الحجيج والأوتوبيسات الخاصة بالتفويج ومنها ما هو مخصص لكبار السن نحن عملنا كشفات خاصة بالحجاج في الجبيع التنادي كل فندق في اسم الحج في الباصل الخاص وموجود نفس الكشف فيه على الأوتوبيس عملنا حاجة كويسة السدادي قصصنا ما يقوم من حوالي 50 أوتوبيس لأصحاب الأحتاجات الخاصة وكبار السن مرافقين ودول سيكون لهم أولوية التصعيير لعرفة إن شاء الله أنا بس كل اللي بطلب الحجاجنا الكرام إن كل واحد يكون لابس كارت التعارف بتاعه وإسورة المعصم لأن فيه أفراد أمن معينة منا على أبواب المخيمات علشان تسمح الدخول لهم فاللي مش حيكون لابس المرتدي الأسورة المعصم أو كارت التعارف مش حيسمح لمدههم وإحنا بنعمل كده علشان نمنع الحجاج الفراضة والحجاج يوم الخارج وقبل التصعيد إلى عرفات الله أبدى الحجاج المصريون سعادتهم بالخدمة المقدمة إليهم حتى الآن ويبقى على الحاج المصري اتباع الإرشادات والتي من أهمها عدم استحاب أمتعه والالتزام بالمخيمات الخاصة به فقط انتهت الاستعدادات لتصعيد الحجاج المصريين إلى عرفات الله ويبقى التنفيذ على أرض الواقع بما يضمن التسير عليهم عند التصعيد وما يليها من النفرة إلى المزدلفة ومن سمى المكوس بمنى من مكة المكرمة عبدالبراكات النيل أكد اللواء عمر لطف الرئيس التنفيذي لبعثة الحج أن خيام الحجاج المصريين بعرفات جاهزة مشيرا إلى أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق يتابع يوميا أوضاع الحجيج للتأكد من توفير سبل الراحة كافة لهم خلال أداء مناسك وكان وفد من البعثة الطبية المصرية قد شارك في الجولة التي نظمتها وزارة الصحة السعودية لجميع البعثات الطبية قبيل بدء مناسك الحج قبيل ساعات من أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم استكملت سلطات السعودية جاهزيتها للمستشفيات والمراكز العلاقية بالمشاعر بطواقم الطبية والتمريضية كافة أكثر من 3000 سرير ما بين رعاية مركزة وغسل كلاوي وأقصام للداخلي تم تجهيزها للحجاج كافة البعصة الطبية المصرية قامت بجولة فاقودية مع المسؤول الصحة السعودي للوقوف على ماذا جاهزية تلك المراكز العلاقية جميع المستشفيات الأربعة الموجودة في عرفات والأربعة الموجودة في ميناء إضافة إلى 77 مركز زرعاية صحية أولية في مشعر عرفات ومشعر ميناء كذلك 6 مراكز زرعاية صحية أولية في خط المشاف مزدلفة جميعها جاهزة الآن لدينا أكثر من 31 ألف ممارس صحي في مكة المكرمة من كل مناطق المملكة يشاركوا في حج هذا العام سشفة طوارئ بمنا فيها 28 سرير ضربات شمس 24 سرير إجهاد حراري 34 سرير عناية مركزة 6 أسر عزل سالب 98 سرير تنويم مقسمة بمباطنة وجراحة 4 سر غسيل كلوي وحدة وحدة مناظير غرفة ولادة طبيعية 3 غرف عمليات قسم طوارئ 78 سرير مجملة 217 سرير مستشفة طوارئ بمنا تعتبر العامود الفقري في مشعر مينم غرفة تحكم مركزية وإدارة للأزمات لمستشفيات المشاعر كافة وتتبع لخط سير سيارات الإسعاف على مدار الساعة لرصد أي حالة طارئة بمناطق المشاعر ودعم المراكز العلاجية بالفرق الطبية والعلاجية أولا بأول هنعمل السناندي حاجة أول مرة نعملها إنه نحن في أطباء من عندنا أنا بطياط في المستشفيات من الخارج إن هم بيشوفوا عشان لو في أي مصر دخلت حجز لو في أي حالة وفاة كمان نصقنا مع الدكتور وائل ومدارية الصحة هنا في مكة عشان نبقى نفاد بصفة دورية وفورية عن حالات الحجز الحجاج المصريين لقدر الله أو حالات الوفيات لقدر الله في المستشفيات أسماء المشاعر طبعا نجينا هنا غرفة تحكم المسيطرة بنشوف التجهيزات الكبيرة جدا اللي موجودة عشان هو هنا قاعد في الغرفة بيبقى شايف كل مستشفياته وكل الأسرة اللي فاضية وكل عربات الإسعاف وكل التربضات في المستشفيات خدمة طبية على أعلى مستوى نلقى كل الدعم والمساندة في الخدمة الطبية لحجاجنا ومن هنا هنبدأ فيه التواصل مع بعض إن احنا نعرف معلوماتنا عن حجاجنا على مدار الساعة منهم بأثناء المناسك في عرفات ومن هنا بالنسبة للحجاج وأي أمراض هجلهم أو أي تعب أو أي حالات وفيات هبقى البيانات معانا استعدادات وتقنيات غير عادية حشدت المناخة العربية السعودية بمستشفيات المشهر لتوفير الخدمة العلاجية الملائمة لديوفررحمن وتهيئة الأجواء المناخية لهم لأداء الفريضة في تمانينة ويسر من غرفة الأزمات بمستشفى من الطوارئ محمد حلمي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد أدى عمران خان اليمين الدستورية كرئيس للوزراء حيث تعهد ببدء حقبة جديدة من المسؤولية والازدهار ومحاسبة كل من تورط في قضايا فساد والإضرار بالمال العام بكل ما أملك سأؤدي مهامي وسأقوم بمسؤولياتي بكل أمانة بما هو في مصلحتي ووحدتي وتماسك ورفاهية وازدهار باكستان بهذا القسم أدى عمران خان اليمين الدستورية لتولي رئاسة الحكومة في بلاده بعد فوز حزبه حركة الإنصاف في الانتخابات العامة التي جرت في الخامس والعشرين من يوليو الماضي جرت المراسم في القصر الرئاسي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بحضور كبار القادة السياسيين والعسكريين لتضع حدا لعشرات السنين من تناوب بين حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز المنتهي ولايته وحزب الشعب الباكستاني أعلى السلطة كان خان لعب الكريكت العالمي قد حصل أثناء التصويت الذي أغري في مقر البرلمان الباكستاني لاختيار رئيس الوزراء للبلاد حصل على 176 صوتا بينما حصل منافسه الوحيد شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف على 96 صوتا واستقبل النواب النتيجة بالتصفيق والهتاف رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان تعهد ببناء باكستان جديدة واعتمد في برنامجه الانتخابي على بعود بمكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعاشية للفقراء في البلاد ورغم حماسة خان وبعوده إلا أن التحديات تتطلب جهدا حكوميا غير مسبوق لاحتواء العديد من المشاكل وأبرزها التطرف والمشاكل الاقتصادية إلى جانب الوضع الأمني غير المستقر نتيجة أعمال عنف تشنها الميليشيات المتمردة المتحصنة على الحدود الأفغانية والتي تستهدف البلاد بين الحين والآخر إضافة إلى نقص المياه في بلد يتزايد فيه عدد السكان بشكل سريع وتشير تقارير إلى أن باكستان ربما تضطر إلى طلب قرد من صندوق النقد الدولي لمواجهة هذه المشكلات تبحث اليوم في العاصمة الألمانية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من الملفات الدولية المهمة من بينها الصراع في كل من أوكرانيا وسوريا إضافة إلى عدد من الموضعات الاقتصادية المشتركة ودعت ميركل في وقت سابق لعدم تعليق أمال كبيرة على هذه المحادثات مشيرة في الوقت ذاته إلى أن موسكو وبرلين مستمرتان في بحث قضاياهما الخلافية هذه النشرة متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد النشرة الاقتصادية وفاته كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر تنظيم داعش الارهابية شن هجوما واسعا على أكبر قاعدة لقوات التحالف الدولي في ريف ديرو الزور موسيقى الجيش اليمنية شنوا عملية عسكرية واسعة في البيضاء بدعم من قوات التحالف ومقتل عشرات الحسيين خلال عمليات للجيش في صعدة والتحيطة موسيقى مقترحات أممية بتعزيز حماية الفلسطينيين في العراض المحتلة والفلسطينيون يتعهدون بمواصلة مسيرات العودة على حدود قطاع غزة حتى رفع الحصار موسيقى الآن مع النشرة الاقتصادية والزميل حسام الدين عاطف موسيقى موسيقى ألا بكم مشاهدين الكرام إلى باقة اقتصادية جديدة أهم ما فيها موسيقى وزير البترولي يؤكد أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف لمواكبة استراتيجية التنمية المسادمة لمصر موسيقى 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 تصريحة الملة جاءت خلال ترأسه اجتماع مجموعة العمل المشكلة لدراسة التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية لتعظيم إرادات الدولة من الثروات التعدنية وبحضور وزيري التنمية المحلية لواء محمود شعراوي ووزير البيئة دكتور ياسمين فؤاد ممثل الوزارات والجهات المعنية الأخرى وقال وزير البترول إن المجموعة العمل تهديف إلى وضع خطة وتحديد الخطوات المطلوبة تنفيذها بالإضافة إلى دراسة التعديلات المقترحة بالنسبة للمناجم والمحاجر وسبل التعامل مع المحاجر غير المرخصة وكيفية تقنين أوضاعها للحفاظ على حقوق الدولة أكدت دكتور صحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أهمية تقديم البنك الدولي منحاً لمصر في مجال البيئة مشيرة إلى أن التعاون مع وزارة البيئة في دعم هذا المجال وجاء ذلك خلال اجتماع الموسع الذي عقدته نصر ودكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع بعثة البنك الدولي برئاسة كريغ ميزنر الخبير الاقتصادي البيئة الأول بالبنك موسيقى 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 بلغت قيمة الدعم المنصرف للأسر المستحقة في برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الجاري ملياراً ومئة وأحد عشر مليون جنيه لاثنين وخمسة وعشرين من مئة مليون أسرة تضم أكثر من عشرة ملايين مواطن وذكر بيان أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل يبلغ مليون وخمسة وتسعين من مئة من المليون أسرة بلغ المنصرف لهم عن الشهر الجاري حوالي تسعمائة ستة وسبعين مليون وستمائة ثلاثة واربعين ألف جنيه لعنما يبلغ عدد المستفيد برنامج كرامة ثلاثمائة ألف مستفيد تم صرف لهم حوالي مئة خمسة وثلاثين مليون جنيه نشار إلى أن برنامج تكافل وكرامة يستهدف دعم الأسر المصرية تحت خط الفق ويشمل البرنامج ستة ألاف وخمسة ألاف وستمائة وثلاثين قرية في ثلاثمائة خمسة وأربعين مركزاً بجميع محافظات الجمهورية وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مد الفترة المخصصة للخطوة الثالثة والأخيرة والمتمثلة في اختيار الوحدات السكنية التي طرحتها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وأوضح مدبولي أن الوزارة مددت الفترة لتزامنها مع قرب حلول عيد الأطحى المبارك لمدة أسبوع تبدأ من غد الأحد وحتى الساعة الحادية تسع وخمسين مساء يوم السبت المقبل وقال وزير الإسكان إلى أن الخطوة تأتي استجابة لطلبات العملاء ويتاحة الفرصة لمزيد من الراغبين في حجز وحزات بالعاصمة ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني وسددوا مبلغ مقدم الحجز معضحا أن التخصيص للوحدات بأسبقية حجزها واختيارها على الموقع الإلكتروني وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومحافظة سهاج وقع اتفاقا إطاريا بشأن مشروع تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يذكر أن الاتفاق الإطاري هو اتفاق منبتق عن اتفاقية دخول المحافظات في اتفاقية إطارية مباشرة مع الوزراء وهو ما سيكون أيضا بمثامة دعب للإصلاحات الحكومية الرئيسية والتي تهدف إلى تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية في الوحدات الإدارية المختلفة للدولة خفضت كل من وكلتين ستاندر انبورز ومودز للتصنيفات الاعتمانية التصنيف الاعتمانية السيادي لتركيا إلى درجة أعمق مع توقعات أن ينكمش النمو الاقتصادي العام القادم وخفضت ستاندر انبورز درجة واحدة إلى بلاس بي وأبقت على النظرة المستقبلية عند مستقرة في تحرك جاء بعد أن خسرت الليرة حوالي 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي هذا العام ومن جهة أخرى خفضت وكلت مودز لتصنيفها الاعتمانية لتركيا إلى بي اي ثري من بي اي تو كما غيرت النظرة المستقبلية إلى سلبية مودز أوضحت أن تشديد الأوضاع المالية في تركيا وضع في سعر الصرف من المرجح أن يغذي زيادة في تضخم وأن يقوض النمو الاقتصادي هناك مشاهدين الكرام بهذا الخبر نهينا وقفتنا الاقتصادية في بناراما الثاني عشو عودة مرة جديدة لدكتور علي مبارك بعد الفاصل أعلنت مؤسسة كوفي عنان اليوم وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة الحاز على جائزة نوبيل للسلام وقال مصدر مقرب من عنان الذي يحمل الجنسية الغنية قال إنه توفي في مستشفى في بيرن بسويسرا في الساعات الأولى من صباح اليوم أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر قرب مدينة جنوى شمال غرب البلاد إلى واحد واربعين شخصا يأتي ذلك في الوقت الذي نظمت فيه مدينة جنوى جنازة رسمية بحضور كبار المسؤولين لعدد من ضحايا حادث انهيار الجسر وقد أعلنت الحكومة الإيطالية إلغاء امتياز الشركة التي قامت بإنشاء الجسر في الوقت الذي اقترحت فيه الشركة بإعادة بناء الجسر على نفقتها كتعويض مؤقت عن الأضرار الناجمة عن الحادث ضرب زلزال بقوة ستة واثنين من عشر درجة على مقياس رختر جنوب كوستاريكا قرب الحدود مع بنما ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع ضرار في أي من البلدين وعلن تهاية المسح الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال يبعد 19 كيلو مترا شمال ميناء جولفيتو الواقع أقصى جنوب البلد وضفت أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلو مترات فقط تحت سطح الأرض حذرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من هطول أمطار غزيرة في ولاية كرالا الواقع في جنوب غرب البلاد في أعقاب الفاضنات الغير مسبوقة التي شهدتها الأيام الأخيرة منذ مئة عام وأسفرت عن مصرع ثلاثمائة وأربعة وعشرين شخصا على الأقل وتشارك نحو ثلاثين مروحية عسكرية وثلاثمائة وعشرون زورقا في عمليات الإنقاذ حيث تم حتى الآن إنقاذ الآلاف بينما لا يزال نحو ستة آلاف شخص محاصرين شاهدين الكرام نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد النشر الرياضية مهرجان القلع الدولي للموسيقى والغناء يختتم دورته السابعة والعشرين اشتركوا في القناة بعض الفاصل النشر الغياضية والزميلة على حامد ودعت قلعة صلاح الدين بالقاهرة دورة السابعة والعشرين لمهرجان القلع الدولي للموسيقى والغناء وذلك بعد أسبوعين من الحفلات المتواصلة التي لاقت إقبالا جماهريا كبيرا اختتمت دار الأبرى المصرية فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته السابعة والعشرين بمشاركة نموم الفن والغناء الذين أبدعوا في تقديم الفقرات الفنية المتنوعة احنا ركزنا السنة على أن يبقى فيه أكتر من تنوع فرق أجنبية فرق شبابية فرق استعراضية نجوم كوبارك لأول مرة كانوا يبقوا معنا في مهرجان القلع تحقق بفضل جمهور المصري العظيم حسبنا عملنا عملية رصد سريع جدا من خلال 16 يوم بطوء المهرجان وجدنا أن أكتر من 100 ألف مواطن مصري حضر هذا المهرجان وختاما لليالي وصهرات المهرجان الساحرة قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية بعض الرقصات الفلكولورية والأغاني التراثية المستوحى من البيئة البدوية والطبيعة السينوية النهاردة الحمد لله رب العالمين أغني بالبدوي هياصه معايا أغني بالشام هياصه معايا أغنيت باللهجة العربية الخفيفة الحمد لله لقد في إقبال جامد من الجماهير نحن نشرف لنا طبعا أن نحن نبقى ختام للفرقة النهاردة وأن نحن الفرقة اللي بيختموا بيها وجميع المحافظات وكل الدول اللي نروح بيها بترحب بينا وبيبقى جميع استيبالهم كويس لنا الفنان متحة صالح قدم باقة من أروع ما غنى والتي مزج فيها بمجموعة من الأغنيات القديمة التي عايشها الجمهور منذ أن بدأ مشواره الفنية نحاول نعمل أغاني مختلفة بأذواق مختلفة يعني بحيث أن نلبي رغبات الشباب والكبار النسخة السابعة والعشرون من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء ذخرت بالعديد من الفقرات الفنية والموسيقية المتنوعة التي استمتع بها الجمهور على مدار أسبوعين كاملين في مهرجان امتزجت فيه أصالة المكان للدعي الفني شارك نجوم الفن والطرب باقة متنوعة من الأغنيات والفنون المختلفة لأختتم مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء أعماله وسط أجواء من البهجة والسعادة من محكة القلعة أحمد سعد الدين وختاما هذا تذكير بأبرز عنوين النشرة تنظيم داعش الأرهابية شنوا هجوما واسعا على أكبر قاعدة لقوات التحالف الدولي في ريف دير الزور الجيش اليمنية شنوا عملية عسكرية واسعة في البيضاء بدعم من قوات التحالف ومقتل عشرات الحوثيين خلال عمليات للجيش في صعد والتحيط مقترحات أممية بتعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والفلسطينيون يتعهدون بمواصلة مسيرات العودة على حدود قطاع غزة حتى رفع الحصار عند هذا الحد تنتهي هذه التغطية الإخبارية الشاملة شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء